الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور حسن خليل أهلا وسهلا فيك بحديث.org سمعنا اليوم سمعناك عم تحكي بفيديوهات على تويتر عن ودايع اللبنانيين والظاهر يمكن عندك معطيات جديدة أو مقاربة جديدة للموضوع عن كيف اختفوا الودايع اليوم وشو معقول يصير كل اللبنانيين بعدهم عم يسألوا من وقت الثورة من وقت الأزمة الاقتصادية والبنوكة اليوم وين الودايع وشو صار فيهم هل رح يقدروا يستردوا ودايعهم اللبنانية أو جزء منه أو بالمرة راح تطاري تخبرنا شو معطيات اللي عندك ماريا أول شيء أهلا وسهلا فيك بشجك على حماسك لا ما عندي معطيات جديدة نفس الكلام بعيده سنة ورا سنة من سنة 98 لهلأ ما تغيرت شيء إلا الأرقام تغيرت يعني كنا نحكي وكانوا الودايع كلهم على بعضهم 24 ثم حكينا على 30 وبينا نحكي لنفس الشيء وقت اللي صار الودايع بالدولار 120 مليار دولار وبالليرة حوالي 60 مليار دولار فما تغير شيء والمعطيات هي زيتا والتنبؤات هي زيتا بس الفرق إنه الناس هلأ وصلوا طلعوا من السكرة واستحقوا الموضوع إنه ودايعوا راحوا كنا من ستة 99 والألفين نقول لهم حيجي يوم تكتشفوا إنه أنتوا عم تصرفوا مصرياتكم أصل المال مش الفوائد متل ما تفكرين عليه إنه أنتوا قاعدين ومرتحين عم تعملوا فوائد على مالكم وهذا الفوائد ما هي إلا أرقام على الدفتر وبعده هو زيته ما تغير شيء هلأ موضوع الودايع إنه فيه أمل يرجع ما فيه أمل يرجع وهذا موضوع يعني سرنا حاكيم فيه مئة مرة لا ما فيه أمل يرجع ومش قصة هلأ فيه ناس فيه ناس مودعين مسرين إنه يكونوا بحالة إنكار مسرين إنه لا ومن بدي يروحهم المصارف عندهم إياهم وين راحوا يعني لو بجيب لهم شو بدي يجيب لك لو بجيب لهم النانو تكنولوجي فند نيلهم مئة مرة وين راحوا المئة وعشرين مليار دولار لأنه الليرة هلأ بيعطوه الليرات قد ما بديك تطبعي أنت الليرة ما هي إلا قيد دفتر بتقول له أوكي روح خود الليرات ما لا إيمي الدولارات مئة وعشرين مليار دولار نصرفوا صرفوا إما هدر أو سرقة أو منافع أو رشاوي وصرنا معددين مئة مرة بديك نقول لك يا مرتين يعني الأرقام الكبيرة 45 مليار دولار راحوا على تسبيت سعر الصرف فهذا بعضمة رياض سليمي 32 مليار دولار راحوا بحجة إنه مش بحجة بتشريع لسرقة قام بها وشرع رياض سليمي وأعطى صلاحية لتجار متدينين بالليرة إنه يردون على ألف وخمسة وقت الليرة بالتسعين ألف ومئة ألف طب هذي معناته عم بصار كل واحد عم بردينه حوالي اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة عشر اتناعش بالمئة فيه منهم ردوه باللولار فهذي 32 مليار اختفوا هول الرقمان لواحد وسبعة وسبعين ضيفوا عليهم الدعم اللي كمان استفاد منه الكل وقال نحنا بنرفض تشيله الدعم وكذا حوالي السبعة عشر هياخدتك لالأربعة وتسعين ضيفي عليها الرشاوة اللي اندفعت لكل السياسيين والزعامات ضيفي عليها لكل اللي اندفع للقضاط للضباط أمنيين لصحفيين لوسائل الإعلامية لمستشارين لخبراء على الرواتب ضيفيهم كلهم هذول لتمويل مزيف لناس ياخدوا قروض ويقلوا رياض سلام يحطوها برقبته وهو يسددها بتوصلي وضيفي علي الفوائد المتراكمة بتوصلي فوق المئة وعشرين مليار دولار فهيكره هذي إذا ما أخدنا التسعة مليار دولار اللي اقتراضوها المصارف من البنك المركزي بحجة إنه ناقصوا نسيو بالألفين وعشرين مننا تلاتة ونص طلعوا لبرة وهيدي اللي عم تلحقه أيضا دعاوي لمجموعة شعب يريد إصلاح النظام ضد سبع مصارف ضيفي إليها اللي كان رياض سلامي يعمل كل هندساته الملي بما فيه أيضا إنه يعطي قروض للبنوك بواحد اثنين بالمئة ثم يحطوه عنده وديعة بعشر بالمئة ما منو خلص ففيك توصل أكتر يعني كامل السرعة بيوصل أنا بتقديري فوق المئة وخمسين مليار دولار اليوم شو حقيقة إنه البنك المركزي أقرد الدولة من عملة لبنانية مطبوعة هو طبعا بالليرة بالليرة لبنانية مش من القروض اللبنانيين اللي موجودين بالبنك المركزي أنتي قصدك أنا حطيته فيديو إنه هادي فيه معزوفي كيزبي إنه ناس حطت مصرياتها بالمصارف المصارف حطتها بالبنك المركز البنك المركزي أقردها للدولة صحيح كيزبي كبيري هنرجع نعيدها عندك أيضا على موقع الطيار المودعين حطوا مصرياتهم تصعيب بالبنوك حطواها ودية البنوك صعيح حطوا جزء كبير منها بالبنك المركزي لكن جزء من الودية أيضا حطوها البنوك دينوا فيها القطاع الخاص يعني أنت بدي تشري سيارة كان فيك تروح تدين من البنك تشري سيارة هذه القروض هي حوالي 45 مليار دولار مننا 32 مليار دولار نسرقوا بأنه نسدوا بـ 2-3% يعني بعدهم بالنسبة للمودعين وديع الموجودة ولكن اللي اقترضوا هالوديع هو شو البنك البنك بيأخذ وديعها وبيدين لمقترض طيب اللي اقترض رد 2% من قيمتهم ونشطها بالدين بينما المودع بعدهم عم بيطالب بقيمتهم هول 32 مليار دولار فالوديع اللي عم بقول أنه جزء أقرضوهن للقطاع الخاص وجزء حطوهن ببنك المركز عم بقول البنك المركز يدينون للدول كمان هذي كذبة كبيرة لأنه البنك المركزي ما كان يديل الدول بالدولار البنك المركزي أصلا ما كان يدخل بالعمليات التجارية لتمويل الدولة بالدولار أيضاً هذي كانت تم عن طريق المصارب يعني حتى اللي بيطلعوا بيتفلسفوا دفاعاً عن اللي سرقوا بس هذا يعني اليوم بتكون تعزرنا بالطيار إذا وجهنا بعض الإهنات أيضاً للغباء الموجود عن جزء كبير من الشعب اللبناني أنه أنت عم تيجي من رياض سليمي طبعاً من باب يا غير تدين لأنه ماروني ما بيعرفوا أنه شركات رياض سليمي هن من كل الطوايف مش مورنة فالمهم أنه اللي بدنا يقوله أنه وقت اللي رياض سليمي أو اللي بيقوله أنه هو مول لفيول ومول الكهرباء أول الفيول هو للكهرباء مش اثنين فهو ما مول الكهرباء كان ينفتح لإعتمادات بالدولار ولكن هذا الدولار كان جزء من العجل موازني للدولة اللبنانية كل سنة يطلع عجل موازني حوال 3-4 مليار دولار منه حوالي مليار ونص دولار لتمويل عجل الكهرباء بالفيول أو بالرواتب بس هذا ما بينقال أنه هو هذا اللي خسر الناس الودية لأنه فيه دولارات تانية عم تفوت على البلد وكانت أيضاً عم تدخل دولارات جديدة فما بيحملوها هن بدوا يحملوها من أجل أغراض سياسية على أساس أنه وصارت الطاقة هي كانت مع مش معناته أنا إذا كنت على موقع الطيار هلأ بدي أحكي إنه والله بدي بريه من شي لا يا أنت كده تتحمل المسؤولية ولا ما تأخذ الوزارة فهوني أنا ما رح أدخل به هالموضوع ولكن طيار بطل الحر قبله ما كان فيه طيار المستقبل كمان وزارة طاقة وقبله كان فيه صديق السيد محمد فناش وزير طاقة وقبله وكان مع طيار مع كل مجموعة الحرير ووزارة طاقة فالطاقة والكهرباء هاي دي السر النووي الكوني العجيب إنه مين ما مرأ عليها ما حل والكل بيقلك أنا ما خلوني الكل يعني أنا ما بعرف يعني بعد لحديث هلأ ما منعرف ليه وقت اللي سيمنز إجي تعرضت إنه تساوي معامل كهرباء كمان تسكر الموضوع ما منعرف ليه وقت صار الصدام بين الوزير على الحسن هو قصة الكهرباء خاصة بوقت هو قصة الكهرباء خاصة بوقت اللي كان طيار الوطن الحر هو اللي مستلم من الوزارة كلنا منعرف المناكفات السياسية اللي صارت و يعني إذا بدك النكد السياسي اللي صار وعن قصد توقفت خطة الكهرباء والبعض بجاهر كان ب بمسألة إنه أوقف خطة الكهرباء عن التنفيذ بجاهره فيها فكان أنا أفضل ما نروح الحلقة على الكهرباء لأنه حامس على الكهرباء وأنا لا أدعي إنه فعلا خبير بهالملف فأفضل إنه ما فوت فيها خلينا في الديون فبكلام آخر إنه الدولار اللي استعمل من الوداع لتمويل الدولة هو يتمثل فقط بما أخذوا المصارف من اليوروبونز لأنه الدولة بس بدأت تقترض شو كانت تعمل كلف البنك المركزي يقوم يقوم بعملية إدارة الإصدار أصدرت الدولة 32 مليار 32 مليار دولار يوروبونز استحاء آخر واحد بـ 2037 بنك المركزي ما هو اللي كان يقرض المصريين كان يطلب من بنك استثماري بالخارج مثل كريدي سويس بنكوف أمريكا سيتيبانك ماري لينش جي بي مورغن موجستالي اللي هو تعادر للعملية تطلعوا اليوروبونز واليوروبونز ما كان يطلع قبل ما يضمنوا قبل ما يضمنوا وأنا كنت وقتها بـ Commerce Bank قدرت أول عملية للبنان باليورو مش بالدولار 500 مليون دول بسنت الألفين ما منطلع اليوروبونز إلا ما نضمن إنه البنوك اللبنانية اكتتبوا فيه كون نسكر فبالتالي البنوك اللبنانية هن اللي اكتتبوا باليوروبونز ثم من هاليوروبونز البنوك اللبنانية لـ 32 مليار عندك حوالي 16 مليار دولار صاروا يتملكوهم من المحافظ الاستثمارية برا مثل أشمر وفيداليتي وبيتلون وصار لبنان بالإمرجي ماركت اندكس يعني صار الأجاني بيتملكو ما بقي في المصارف من هاليوروبونز هو 14 مليار دولار هؤل 14 مليار دولار هن من وديع الناس يضاف إلى ما أقرضوه لبنوكي للقطاع الخاص والبيئة هو بالبنك المركزي البنك المركزي ما له علاقة بدون الدولار فبالتالي وين راحوا المصريات أسائة الأماني والنزع الفرعوني للرياض السلامي اللي ما عد حدا يتحمل انه يسائله يعني هو الفرعون اللي حكم البلد يعني التواويس الزعمة اللي كان يشوفه حاله التواوس أمام جمهوره كان أمام رياض سلامي نعجة صغيرة كلهم لحسوا من السندوق ما في حدا بالجمهورية اللبنانية إلا قلة قليلة أقل من عدد هالأصابع ما لحس من وديع الناس بما فيه الناس بما فيه الناس لأنه وقت اللي انت بتخلي الليرة على 1500 لو كلفت 45 مليار دولار هال45 مليار دولار اخسارة هن استفادوا منها كافة الناس لأنه كان فيه قوة شرائية إصطناعية للليرة ما بتستهدكم بـ 1500 والكل استفاد منها والكل جاب خدم بالبيوت والكل رأى تركيا واليونانسية وقيسة على ذلك صحيح الكل بيقولك ان الحلم هو 1500 ليرة هو يعني لبنان عايش بحلم أنا بديك تسأليني لأنه سمعت بسؤالاتي أنه تب ليه 1500 ليش هلأ 90 ألف صحيح صحيح ليش وقف على بصوت 90 أوكي هلأ أنا مسؤول عن كلامي خلي جهبزي العبقري وسير منصور اللي بيدع أنه هو سبت سعر الصرف أنا هلأ بوجه له أنا مستعد تسوي لك سعر الصرف هلأ اليوم 1500 على أي أساس على أي أساس أنه فيك تسوي 1000 إذا بديك تسوي 500 ما اللي طرحناه بالألفان قلناله نقو السعر اللي بدكنية المهم هذا السعر بكون سعر مشان رمزية السيادة الوطنية والأرزة لأنه لبنان بلد مستورد 90% بيصدر مليارين بيستورد 20% المليارين بتسوي 10% من الاستيراد لبنان بلد خدمات وبلد سيحة وبلد تحويلات لبنانيين بالاختراب هذا لبنان لبنان بلد انتاج كاذب بعد اتفاق الطايف لبنان كان في الصناعات الملابس كان في صناعات الحرفية كان صناعات الأغزية كان الحمضيات وفينا نعمل من لبنان شوف انت النجاح بصناع تنبيد اليوم او الفواكه المنتزي طيب ليش لبنان مش قادر اليوم ان يكون منتج لانه حولوا اقتصاد فاسد كان الفساد ممارسة جعلوه ارض كان الفساد بالليرات جعلوه بالدولارات فبالتالي انا هلأ بحول بلك ايه الليرة ل 1500 طالما انا سحبت الليرات من السوق بطر فيه ليرات طالما المصر كان في عندنا هم واحد هو رويت ومعشيت القطاع الخاص القطاع العام الأفوال موظفين الدولي هلأ عم بيعطوهن ايهم بالدولار عم بيأمر في مركز كل شهر بين 80 ل 120 مليار دولار معاشر فاذا اذا كان صار كل شيء دولار لشو بدنا ليرا سمية 1500 هذا اللي طرحناه بمجلس النقد مش صندوق النقد اللي هلأ عم تحسفوا علينا ما بدنا ايه كأنه هو حقيقة ريك الدخيل كنخدونه رح اضطر لهذا الموضوع كنا عم نحن نطرح دولار بل سنة لألفين وألفين وواحد وما في سياسة واحد إلا همشتنا وحاول قمعنا وكانوا وسائل اللي عليهم يستضيفونا لأنه بتعلية السقف تبعنا كانوا يعلوا السعر اللي بياخدوه من المصارف لما وصل الوضع انه خلاص ما عد فيه يتحملوا كلامنا المصارف لما بلشوا الناس تصحى على الكذبة والخديعة الكبيرة والسرقة الكبيرة اللي أنا دايما بسميها سرقة الإنسانية والبشرية ليس هناك جريمة مالية في تاريخ البشرية أكبر مما حصل في لبنان لما صار كلامنا هالأدي صار فيه تعليمات لكل وسائل الإعلام اللبنانية قاطبة يعني أنت هلأ جريئة كتير أنك تتبع إلى تيار سياسي من الشرق بالحكم وعمت طلعينا إن شاء الله بكرة تطلع على الوابسايت تبعكم حتى محطة التلفزيون تبعكم مع للم أخترت أنا قيادات التيار بالموضوع ما تغير شيء لأو تي في من اللي بيقاطونا إعلامية فبديك تسألي ليش كل هالإعلام المقاطعة لأنه نحن نحن نحكي على سعر الصرف نحكي على الودائع وأذن هلأ عم ندافع على القادي اللي هي عم ندافع عن حقوق الناس اسمها طبعا طبعا تعقيبا على ذكرت حضرتك صندوق النقد اليوم صندوق النقد شو وضعهم رح تقبل الدولة بشروطه الكاملة رح يقرض لبنان رح يرفض دورة صندوق النقد ما بهمه بتقبل أو ما بتقبل صندوق النقد آخر همه صندوق النقد لبنان ومبارح فيه تصريح للرئيس بري الله يتعمل حج والناس راجعة قال إنه هو يقلق من عدم اهتمام الساحة الدولية باللبنان أنا حقق إنه الكلام عن الإنسان صفرة فيك تعتبره من الدرجة الأولى من الصف الأول نعم لبنان ليس على صف الأولويات العشرين فالناس فكروا منقبل بصندوق النقد ولا ما منقبل بصندوق النقد تسمع الكلام صندوق النقد هو ما بيعرف يقوله بالإنجليز بس بما معناه بالعربي إن قبلت ولا شو عمركم ما قبلت عفوا على عفوا على إنه كون هنقدي فج بالحكي صندوق النقد لسان حاله إن شاء الله قبلته ولا عمركم ما قبلته يعني راكد لا يديننا 3 مليار على 3 سنين راكد إنه هلقدي هو مهووز إذا تديننا إيهم لا ما منقبل بشروطه لأنه هو متأمر طبقا ما يروح يدوره على حدا تاني شوف بنجي على صندوق النقد وشي الشروط تبعه أنا ما بدي روح شروط النقد بدي روح أسألك أنت كمواطني وبيني صبية بعد الصغيرة أول عمري تسألك اليوم بقولوا إنه عم نطرح صندوق تماني أو صندوق سيدي وإنه 25% من الإيراد تبعه يكفر رد 4-5 مليار دولار للناس من الوداع الناس مين هذا عرابة واحد هلأ صار ما بيتكنس عن التلفزيونات ربك بيعرف منين بيجيب حق الجل اللي بيحطه على شعره من أي جامعة مخرج بأي مصرف يشتغل بحياته ما منعرف ولكن البرنامج المشروع يسميه الدكتور كمان فالمهم إنه تبتيك تسألي إذا بقول 4-5 مليار دولار أصول الدولي بتطلع بالسنة 25% هيد مننا يعني أصول الدولي فيها تطلع 20 مليار دولار بالسنة طبق يا أخي ما بدنا نحنا لما نعمل أصول الدولي هلأ هلأ في حدا بيعرف السر النووي ليه الدوائر العقارية مسكرة حدا بيعرف ليه الجمارك اللي بيستورد 20 مليار دولار وعمر الديد بيحط لك 20 ألف جمهور والمطاعم مسكرة والمسابح مسكرة والنواد الليلية مسكرة 20 مليار دولار الجمرك بيجيب بين 120 إلى 150 مليار دولار هذا حدا بيعرفه ليه ما حدا بيعرف ليه حدا بيعرف أنه ليه ما جيوب النائب اللي طرح أنه هو مستعد يضمان الـ TVA بمليار دولار لأنه فيه جيب منك 3 مليار دولار ليه ما حدا جيوب يعني بكلام آخر أنت لو بتفعل الدولة اليوم بين الجمرك والـ TVA والنفع وغيره وغيره بتفوضي على الدولة بين 5 إلى 7 مليار دولار ليه عندما نشحز نحن ومنوفر هون مليونين سرنا وهون بتروح بتطلع على وزارة العادلية حرفياً فيه استفرغ الواحد من مناظر مكاتب القضاء ما عنده الألم يكتبوا فيه وكل هذه الموارد موجودة بس ما بتعرف ليش منها تفعيل ولكن دولة الرئيس الحكومي بيدعي لجلسة للحكومة لأنه لازم نمشي البلد في بنوة ضرورية ودولة رئيس مجلس النواب اللي صلوا مترأس 30 سنة وقت اللي كان لبنان بعزه لهلأ وبعده بيعتقد أنه عراب الإصلاح وغيره للتشريع وتشريع الضرورة وتشريع عدم الضرورة إذا بتقليلي بين كل المواضيع عم نحكيها بين خسارة الوداية بين تسبيت سعر الصرف بين السرقات والنهب سرطان لبنان هو مجالس نيابي ومن يعيد انتخابه واللي بدو يزعي يقطع عنك يسطحين يعني الشعب اللبناني جزء لكن بين تعمتي وانت يعني لا نتهم مش شعب اللبناني شوفي لقلك مش عم نسجل طبعا بتمنى عليك تبعتيلي هلكليب اللي حقلك ييه هلأ لوحده ليس من بلد في الكرة الأرضية مر عليه ما مر في لبنان إلا وكان اهتزي لكون كله سجلي على ايدك كل البلود البلاد مرأت بحروب أهلية من رواندا شوفي رواندا وين صارت سينجابور كما فيك تحط إجر فيها شوفي وين صارت الهند فيها 400 إثنية ودين وهلو ما يجرى شوفي وين صارت طيب لبنان بلد الحضارة والحرف وا 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 الزعامات المارونية ما روحت فرصة إلا بيتأكلوا مع بعضهم البعض وبيدعوا إنه بدلوا ما يجد لبنان إله وزعام الشعية قال لك ما بنرجع مثل ما كنا بالسابق روحوا بلطة البحر وزعام السنية ميم ما بيقل له يا عمي بيجوز أمي من قل له يا عمي بس أنا اللي بدي أسأله هل في بلد بالعالم صار في حرب أهلية راح في 200 ألف قتيل وأربعمائة ألف جريح ومفقود ومعوق كان عرأس أمراء الحرب أمراء الحرب استلموا صاروا أمراء السلام أو السلم ثم أمراء الحرب والسلم صاروا أمراء السرقة والمال سرقوا الخزينة ونهبوا الدولة ودمروا الدولة وسرقوا الودائع وفلسوا المنصار وما ما زالوا هني بالحكم نفس المجالس اللبنانية نيابية عاد ويعاد انتخابه ورئيس مجلس نيابي بعضه هو زيته من وقت اللي كنا لغاية ما وصلنا أنه فكرك أنت فيك تطلع منه اعتراب لمسؤوليته أعوذ بالله هو الحريص ولكن هو ما بيقدر يعمل شيء هو رأس الدولة هو الرأس الفعلي للجمهورية اللبنانية ورأس الحكومة عملوا نادي ب30 سنة إلا ما دنا نلاقي أربع خمس أسامي هادي هي يعني لما إجا حسان تجيب واو أنه هذا آخر شيء رح أقدم الطاع عند المفتي وقال له يا عمي أنا سني وراح المفتي توسط له عند الأربعة اللي عاملين نادي رؤسة حكومات لحتى خلوا يعمل رئيس حكومي هادي الحكومات المنبسقة من المجال السنية ب30 سنة نفسها بتعيد نفسها والشعب يعيد انتخابه ومع ذلك أضيف آخر شيء ليس من شعب نهب وسرق ودمر كالشعب اللبناني بعده هلأ منهم بدافع على رياض سليم لأنه ماروني ومنهم بدافع على فلان الفلاني لأنه شيعي أو سني أو درزي ومنهم بنتحلك يا غيرة الدين اتقلموا مع سرقة الوداية اتقلموا مع تدمير الدولة وبيعبوا الملاهي والمسابح والنوادي وبيقلك البلد مش قايم وشعب ما في منه نوا وانت عم تضيع وقتا كل واحد من اللي عم بيقلي هالكلام هيدا هو شريك فيها طبعا ما في شعب متى شعب لبناني وما في سياسيين مجرمين متى المتسياسيين اللبنانيين ولا مصرفيين عمرك شفتي انت ضيفي للجنس بوك اوف ركوز مصارف كلها على بعضها على مدة 30 سنة اخدت وكانت مؤتمنة على اموال الناس وراحت اموال الناس بيقلك الحق على البنك المركزي منعرف نحن انه نعمل هندس ميلي اللي منع افليس 3 مصارف كلفت الخزينة 5 مليار ونص دولار سجلت ديون على الدولة اللبنانية وطلعت من تهي اخدينها من وداية عن الناس طبعا ما اقولي ما يتوقف مصرفي واحد بلد بعد كل هالجرائم اللي صارت ما يتوقف موقوف واحد الموقوف الوحيد اللي ممكن يتوقف هو بيع الفول المشوي او المغلي او الدرة المشوي على شط المنارة او بيع خضرة بطريق جديد هؤل الوحيدين يتوقفوا هؤل الوحيدين يتوقفوا لو بدك تفتح الحبوس بتفوت عليهم ضباطوا امنيين اكتر ما بتفوت عليهم اي صنف تاني بتفوت عليهم رؤسة ووزراء ونوام ولكن بلد قرر على انه بدين تحر وانا حضل ماشي بحملة التوعية هاي ولكن للتاريخ مش لاني بتأمل على انه لحلاقي صدق ايجابي على امل انه نلاقي صراحة اي صدق ايجابي اعلن على انه لابد انه فيه شرفة متل القاضي غادعوت متل ناس تابعينه ودافع عنا وفيه شرفة من الشعب اللبناني اكيد ما في شك ولكن جزء بير من الشعب اللبناني انا فقدت الامل منه دكتور حسن بدي ارجع الطرق انا وياك لموضوع الدهب ما حكنا عنه بس هو موضوع اساسي وعم بيتم طرحه بالصحة اللبنانية معقول توصل درجة الوقاحة لدى الدولة اللبنانية لدى بعض المسؤولين بالدولة اللبنانية بالمساس باحتياط الدهب اي اي وشو سنا بديك تفسد الدهب عن اصول الدولة لدخلك بالدنيا عملوا صندوق واحد بإدارة مشتركة مثلا للريجي والخلياوي شو دخل الرجيب الخلياوي شو دخل اوجيرو بمصالح المي شو دخل المطار باي مرفق تاني ليه بد يكونوا ليه بدوا ينحطوا ليه بدوا ينبيعوا الدهب ليه بدوا ينبيعوا الدهب لسبب لانه بيع الدهب والاصول اول شي ما حتتم اذا تمت حتتم وقت اللي بيكون في تسوية بالمنطقة وهن بيتأملوا التسوية مثل ما ايام رفيق الحرير الله يرحمه كان متأمل يصير في تسوية المنطقة وحال سريع فقال لك شو ما عملت انا بيتغطى بكرة شو ما تديننا ما بتبين امام النهضة البدا تسير في كتير سيسي متأملين بالتسوية اذا جاي على المنطقة ان احنا حنضلنا اربابة والعالم الغربي بديو يتعامل معنا ما بيعرفوا انه العالم الغربي ما عد عطيه اهتمام واذا صار فيه تسوية باللبنان العالم اللي بديو يتعامل مع الجهل بيعتبروا انه هو الراجح باللبنان مش هيتعامل مع هالقرطة هاي فبالتالي المتأملين فيه انه حيغلط فيه ولكن حيضلوا متمسكين المصارف ما هيتخلوا من المصارف هون بعد ما انفلسوا ولك ما توقف مصارف واحد والمدعين مش مصدقين انه هنه اصحاب المصارف صاروا بيليك لأ تركوا عبيعطوهم 150 دولار واصحاب المصارف مثل السياسيين ما بنيوا تخلوهم على المصارف يطلبوا هنه مقاضات الدولة والمواجهة مع الدولة ليشوفوا الحل كيف مانا نحن نعيد القيمة للأصول لحتى نقدر نرد من خلال تكبير حجم الاقتصاد مش من الدولة نرد جزء من وداع الناس متمسكين بفسادهم هنه والسياسيين وبالتالي الدهب والأصول بيعتبروه هيدا نوع من بيفوتوا مصاري وبيحافظوا على الامتيازات اللي عندهم وإذا صح حلهم أيضا بشاركوا فيها يعني الكهرباء إذا فيك تعملي لأيمي 15 مليار دولار سوات إذا هنه بكرة اشتروها بمليار ومليارين دولار ما كانوا بدون يعملوا بالخليا وإيام الرئيس إيميل لحودي ولما طلع على الجزيرة هو قال منيح اللي إجا حسر خليل وقال لي إياك تبيع الخليا بمليارين دولار لأنه حيعطينا قريبا مليار ونصب السن وهكذا صار لأنه الجشع والفجر معا بيخلص وما بيخلص للأسف يعني على أمل هيك يكون عنا بريق أمل بالمستقبل اقتصاديا سياسيا وعلى كل الأسعاد يعني بلبنان ما في أمل ما في أمل إلا بشي ضخم يحصل بالمنطقة وأنه تدريجيا يبلشوا كنا عم نحكي على الجينس بك وفركر جدي عليها في بلد بالعالم يعني أنا عايش بكل دول العالم برمت بالخليج برمت هون برمت بأوروبا عايش بلندن صنع 43 سنة برم آسيا برم وين مكان هي هذا البلد الوحيد اللي نظامه مش ملكي أمير دموقراطي بروح السياس وبيسلم ابنه عسيس سلم ابنه بيجي بيسلم ابنه بيرجع على البي برؤون أنه لا ما بدهوا يتركه بيصير هو وابنه في سياسين الأب والابن والحفيد ما بيتركه والناس بترجع بتنتخبه للأسف نعم هي أبشع من كلمة ابن بيت سياسي عريق شيعي بس سياسي عريق يعني مثل ما أنه والله أنا أمي ولادتني ماروني حق الطبيعة يكون رئيس جمهورية وأمي ولادتني شيعي حق الطبيعة يكون رئيس ماروني عفوا أنه نحن الشيع ممنوع أن يكون صالح بس إلى أنه الله يطول بعمره ف يعني بلد معيد بلد مهين للعقول مهين للكرامات والشعب يقول لك ماشي يقول لك خلاص ترني البلد ماشي أنت ليش حامل خشب بالعرض يا خي هاي ترني لأول مرة معك أنت خي خي منيح لك أنا دكتور حسن أنا بدأت شكرك على كل فشية الخلق وعلى كل المعطيات والمعلومات اللي عم فيش خلقنا بس حنظرنا نضحك أو حدا يفكر لا طبعا هيدا عم بسبب لنا أنه عصابنا تعباني أو بكون معه لا هيدا رسالة أخلاقية سميها دينية سميها وطنية عم نسويها من هيدا الباب فقط نترك إرث لأولادنا وللمواطنين أنه فيه ناس ناضلوا ولكن ما بتأثر على مضحياتنا وفشر أنه نحنا ننسن بدنا من أجل بعض المجرمين اللي قاعدين على الكراسي صحيح صحيح دكتور حسن أنا بدأت شكرك على كل شيء على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها وأكيد على أمل هيك نرجع نصطدفك بلقاءات بمستقبلية شكرا لألعك أنا فيك شكرا شكرا بعثينا إياها كمان لنحدث أكيد 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 أول ما تنزل تغيري ببعث لك أنا اللينك شكرا كثير ببعي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة